هيا يا آسر انت ومروانت عملته ايه فرحوني بالنتيجة انا يا ماما نجحت وجبت درجة حلوة قوي جبت الدرجة النهائية انا فرحان قوي يا ماما برافو عليك يا مروانت انت ممتاز فرحتني وانت بقى يا آسر عملت ايه انا يا ماما ما جبتش الدرجات ليه ما جبتش الدرجات ليه يا حبيبي كانوا مخبينها منك ولا ايه لا يا ماما اصل وراتي ضاعت ومش عارفين راحت فين مستحيل طبعا يحصل كده مروانت هقولي الحقيقة بصراحة يا ماما هو فعلا جاب النتيجة بس نخبيها من حضرتك عشان درجاته وحشة قوي انت بخبيت درجات مني اتفضل وريني النتيجة بسرعة ما هو يا ماما اصل اصل بسرعة ديني النتيجة اتفضلي يا ماما هي دي الدرجات طبعا ما انت مش بتذاكر ومضيع وقتك كله اعمل معاك ايه بس انا مش عارف اعمل ايه انا لازم عاقبك اتفضلتلي على قطة يلا مش عايز اشوفك وانا يعني يا ماما هعمل ايه بالدرجات يعني اه مش مشكلة المهم ان انا نجحت وخلاط وقلتلك ايه مشي من وش دلوقتي انا مش عارف اخوك ده مش طالع زيك ليه انا تعبت منه خالص دايما مش بيسمع الكلام وعمل دوشة يا قسر هو انت ليه دايما بتزعع الماما وبتضيقها كده المفروض تذاكر هو انت كل شوية هتقعد تقولي زاكر 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 طبعا انت مبسوط وفرحان عشان انت جاي بدرجات حلوة ماما بتحبك انت يا قسر انت خوية وعايزك تبقى شاطر زي وتذاكر فلم وذاكرتك ليه نفسك وذاكر انت بس ملكش دعوة باية انا خارجي يا ولاد هروح اشتري شوية حاجات من السوبر ماركت اعودوا ذاكروا بقى فاهمين قسر لازم تقعد تذاكر بدل المصيبة اللي انت عملتها في النتيجة انا عارفة يا مروان ان انت بتذاكر لوحدك ومش محتاج ان انا اقول لك ماما ممكن تجيبيني معاك حاجات من السوبر ماركت حاجات حلوة ده انا المفروض اصلا ما اجيب لكش اي حاجة خالص بس خلاص امر لله هجيب لك المرة دي بس بعد كده انت لازم يكون عقابك كبير قوي وانت يا مروان مش عايز حاجة عادي يا ماما اي حاجة حضرتك تجي بيها ماشي يا حبيبي يلا سلام هقاسر مش عايزة خناقات ومشاكل انت فاهم حاضر يا ماما نلعب قرى في الشارع مش ماما قالت ان احنا نقعد نذاكر ذاكر انت يا عم وانا مالك ماما بابا ايه الصوت ده انا سامعة صوت بنت بتعيط بابا ايه ده انت مين وفا بتعيطي كده ليه بابا اخدني عشان يخرجني ويشتري لي حاجات وفجأة لقيت نفسي لوحدي وبابا مش جنبي طب ممكن تبطلع يات وتتكلمي معايا هو حضرتك ممكن تعرفي بيتنا فين ايه ده قال عناكي هو انت مش بتشوفي لا مش بشوف ايه حبيبتي طب ازاي باباكي ومامتك يسبوكي كده طب باباكي اسمه ايه بابا اسمه اسمه عادل طب اسمه عادل ايه عشان ممكن ندور على اسمه ونرجعك البيت تاني مش عارفة اسمه عادل ايه انا مش فكرة انا عملتلك بلاغ في الاسم عشان لو باباكي او مامتك حد دور عليك يلاقيكي يا ريت يا طنت انا عايز ارجع لماما وبابا انا قلت للضابط ان انا هاخدك تعادي عندي لحد اما باباكي ومامتك يوصلو لك بس انا خايفة قوي ما تخافيش انا هاخدك دلوقتي معايا السوبر ماركت عشان انا كنت هشتري حاجات وبعد كده نرجع البيت اسر مروان يا ترى ذاكرتو ولا كنتو بتلعبو طبعا يا ماما ذاكرنا ذاكرنا كتير جدا وبعدين من يا ماما اللي معاكي دي وبعدين هي مالها بتبص في الحيطة كده ليه عيب يا اسر دي شهد من دلوقتي هتعيش معنا اهلا يا شهد بس يا ماما شهد مين ما تعيطيش يا شهد خلاص بقى دي يا حبيبي كانت تايها ومش عارفة بيتها فين فانا قلت جيبها تعيش معنا هنا لحد اما باباها ومامتها يظهروا مش معقول اسبها في مالجة ولا تبقى في الشارع لان هي يا حرام مش بتشوف مش بتشوف وهتقعد معنا لا دي هتدايقنا جدا دي هتقرفنا بقى يلا خدوا الحاجات دي حطها في المطبخ علما اخد شهد اطلعها فوق طب هي بقى هتقعد في قدة مين يا ماما انا ما بحبش حد ياخد قدتي فليها بقى تنام على الكنبة او تنام في قدة مروان ولا في قدتك ولا في قدة مروان هي هتنام معايا في القدة بتاعتي ما عنديش مشكلة يا ماما انا ممكن انام مع اسر في القدة واسب لها قدتي انا عارفة ان انت طيب قوي يا مروان لأ انا هخليها جنبي في القدة عشان اخد بالي منها يلا تعالي متى اللايك فوق هو انا يعني كنت ناقص ده انا مستحمل مروان بالعافية تمان جايباننا بنت ومش بتشوف مروان مروان اسر بقول لكم ايه يا ولاد البنت دي مسكينة ودلوقتي ملهاش حد غيرنا انا عايزاكم تعاملوها زي اختكم بالضبط لازم تحبوها وتخافوا عليها وانت كمان يا اسر انت فاهم انا قصدي ايه انا عارفة ان انت دايما بتعمل مشاكل وبتتخانق مع مروان شاهد بقى بنت مسكينة مش بتشوف يعني مش هتعمل مشاكل ولا هتعمل حاجة ما تقلقش يا ماما انا ان شاء الله هعملها زي اختي يلا يا حبيبي خدوا مصرفكم شكرا يا ماما اه وقعت ايه دا يا شاهد وقعت ليه كده اصل انا مش متعودة على المكان يا طنت اطلع باكتف السجدة وقعت انا هقومك معلش ما تتعودي على المكان هتبقى تعرفي تتحركي براحتك يلا تعالي نزلي معايا تحت احضر الفطر عشان افتر انا وانتي هي بقى اثر ومروان فين راحوا المدرسة ياه انا كان نفس اتعلم وابقى بشوف عشان اعرف اقرأ واكتب انتي ما كنتش بتروحي المدرسة لا ما كنتش بروحي المدرسة اصلا بابا ما كانش بيوديني المدرسة ولا بيعلمني خالص كان بيودي اخواتي بس عشان انا مش بشوف خلاص انا هعلمك حتى وانتي مش بتشوفي بعدا ما نفتر بقى هاخدك ونخرج اشتري لك شوية حاجات وشوية لبس كده عشان انتي ما عندكيش لبس وكمان هشتري كتاب تتعلم منه الحروف كتاب وانا هعرف اقرأ في الكتاب ازاي ما هو الكتاب معمول بطريقة مخصوصة عشان اللي مش بيشوف يعرف يتعلم مجد يا ريت يا طنت انا نفسي اتعلم ان شاء الله هتتعلم تهدر انتي مش هتنامي ولا ايه انا بذكر في الكتاب عشان اتعلم الحروف اللي حضرتك دي تهالي النهاردة طيب براحتك لو احتاجتي حاجة بقى بقى صحين حاضر وطنت نسيت تجيب مياه هنا في القوضة اما حاول انزل اجيب انا مياه انت انت قاسر ولا مروان انا قاسر مش شايفاني لا انا اكيد مش شايفان ممكن اطلب منك طلب انا عايزة اشرب وخايفة انزل تحت ممكن اقع من على السلك وانا مالك انزلي هاتي مياه لنفسك تقعي ولا ما تقعيش مش مشكلتي اهو تقعي نرتاح منك احسن طيب خلاص انا هجيب مياه اما انزل واحدة واحدة وان شاء الله مش هقع اي اتخبطت في الحيطة مش مشكلة احاول تاني شاهد انت رايحة فين حاسبي طعي من على السلك بس لانا كنت عدشانة وعايزة اشرب مياه وطنت نسيت تجيب مياه طيب ما تنزليش وخليكي انا هجيبلك انا مياه شكرا يا مروان انت وطنت طيبين قوي يا مروان لكن قاسر ده وحش قوي ومش طيب ابدا طنت ممكن حضرتك تكلم الزابط تسألي حد سأل علي ولا لا ممكن يكون بابا وماما راحوا الاسم عشان يدوروا علي حاضر هعدي على الاسم وانا خارجة اسألهم حد سأل عليك ولا لا بتعمل ايه هنا يا قاسر مش انا قلتلك تقعد في قطك تذاكر طول اليوم اصلا يا ماما ذهيت من المذاكرة وقل تنزل العب شوي تبتفضل على قطك زاكر يال يو مذاكرة مذاكرة شاهد انت قاعدة كده ليه كنت قاعدة بتعلم في الحروف شوية ومستني حددك لما تيجي سألت يا طنت الزابط بابا وماما سألوا علي ولا للأسف يا شاهد مقدروش يوصلوا لحد ومحدش سأل عليك بس انت متأكدة يا شاهد ان انت بيتكم في البلد دي بسراحة يا طنت انا مش عارفة اصلا لما ركبت مع بابا فدلنا ركبين فترة طويلة قوي يعني ممكن يبقوا فدلنا ركبين فترة طويلة طويلة كل شوية يقوله هنوصل امتى يا بابا يقولي لسه فاضل ساعتين فاضل ثلاثة معقول ده انت ممكن تكوني من بلد بعيدة الموضوع كده هيبقى صعب قوي ان انت توصلي لهم او هم يوصلوا لك على العموم يا شاهد انت هتفضلي قاعدة معايا هنا انا مبسوطة بك قوي ومن دلوقتي بقى هتقولي لي يا ماما لانك هتعيش معايا وتبقى بنتي ايه رأيك انا بحبك قوي بس انا كان نفسي قلي ماما وبابا معلش اكيد هيظهروا في يوم من الايام يعني خلاص هتسيبنا والتافر يا مروان يا ماما البعثة كلها سنة سنة واحدة بس ان شاء الله وارجع عشان اشتغل هنا في الجامعة ربنا ينجحك يا حبيبي انا مش عارفة السنة دي هتعدي علي ازاي هتبقى سنة طويلة قوي ان شاء الله ترجع بسلامة يا مروان متشكر يا شهد واسر اخوك لسه مجاش لحد دلوقتي مش كان يجي عشان يوصلك المطار ما هو يا ماما سلم علي وخرج مع صحابه يا دي صحابه اللي مبوزينه ومخليينه فيشل بعد اذنكم بقى عشان ما تأخرش على الطيارة سلام عليكم مع السلامة يا حبيبي وترجع لنا بالسلامة هتوحشني يا مروان ان شاء الله هيرجع بالسلامة يا ماما وهي كلها سنة واحدة وتعدي بسرعة ياه الوقت اتأخر قوي معقول وكل ده واسر لسه مجاش ماشي يا قاسر انا هطلع عنام بقى يا شهد يا بنتي انا ما بقيتش قدر على السهر ده كله يا ماما خليك اسمعي معايا البرنامج ده لا انا مش هقدر يلا انا هطلع عنام تصبحي على خير واما قاسر يجي بقى الصبح حسابي معاه انت ليه تأخرت كل ده يا قاسر ينفع كده ده ماما زعلانة قوي ماينفعش تتأخر تاني كده عشان هي بتقلق وانت مالك اتأخر ولا ما تأخرش وبعدين اللي مسحيك لحد الوقت يعني ادخل من البابا لقيك في وشي كده انا حر اعمل اللي انا عايده مش كفايا مربيينك معانا السنين دي كلها فاكرة نفسك واحدة من البيت ولا ايه انت بس عشان صعبتي على ماما جابتك تعيشي معانا ليه كده يا قاسر ده انا بعتبر نفسي اختك انت ومروان سيبك بقى من الشعارات الهابلة دي انا طالع نام انت ازاي يا قاسر تتأخر كل ده مبارح انا خلاص يا ابني تعبت منك مش معقول انت المفروض اخر سنة في الجامعة السنة دي ويعني مش كفايا الفلوس اللي بدفعها لك في الجامعة عايز تسقط تاني والله يا ماما انا قلت لحضرتك امش عايز اتعلم بقى لحد كده كفايا بقى لكلها وخلاص انا زهق وبعدين اتأخر ما اتأخرش انا حر انا مش تغير يا ماما انا كبرت يعني اخرج مع صحابي براحتي وبعدين البنت اللي اسمها شهد كفايا عليها قوي لحد كده تعيش معانا ماشيها بقى يا ماما ولا اوديها في اي حتة انا مش عايز اشوفها قدامي ماما يا ماما انا لازم اوديها المستشفى بسرعة هارجوك يا قاسر هارجوك راح معها فرابيط الاسعيف ارجوك خدني معاك اخدك فين انا مش نقصك خليك هنا يا حبيبتي يا ماما ها يا قاسر ارجوك طمني ماما عاملة ايه هارجوك وديني عندها عايز اشوفها الزيارة ممنوعة وبعدين امشي من وشي بقى انا مش عايز اشوفك ايه يا بنتي انت مش واخد بالك من الطريق ولا ايه ده انا كنت هخبطك بالعربية معلش اصلا انا مش بشوف يا ماما انت مش بتشوفي ماشيها كده رايحة فين كنت عايزة اروح لماما في المستشفى ومفيش حد يوصلني طيب تعالي ركبي معايا وانا هوصلك هيا دي المستشفى يا حبيبتي يا ماما يا رب تخف وتبقى كويسة شهد عايزة تسمعيني يا حبيبتي كلمتين مهمين هقولهم لك انا شايلة باسمك مبلغ في البنك عشان لما موت ابقى متطمنة عليك ما تقوليش كده يا ماما انت انشاء الله هتبقى كويسة مراوان مسافر وقاسر بقى اللايخ دي زي ما انت عارفة انا قلت سيب المبلغ دايق فعك يا بنتي الله يرحمك يا ماما يا اختارة انا السبب انت لين اتأخرت كده يا قاسر مش انت عندك امتحانات بكرة بقولك ايه وانت مالك امتحن ولا ما امتحنش هو انت صدقت نفسك انك اختي انا مش عارف ايه بس اللي خلانا اجيبك بعد المستشفى ما كنت سيبتك بقى في الشارع وخلاص بقولك ايه اخد هدومك وامشي يلا اروح فين يا قاسر ما انت عارف ان انا مش بشوفه مليش حد هروح فين وانت اخويا انا مش اخوك يلا تفضل اطلعي برا طب احنا بالليل سبني لصبح وهمشي خلاص هتمشي الصبح بدري يا ريت اصحى منهم ما لقيكيش اروح فين بس انا حتى مش بعرف امشي الوحدي مالك يا بنتي بتعيط ليه كده وقعدل وحدك عايز ادور على بابايا ومامتي مش لاقي اهلي بقال سنين والست اللي كانت بتربيني وعيشها معها ماتت وسبتني وابنها تردني من البيت وانا مليش حد اروح عنده ومش عارف اروح فين وانا عمية مش بشوف طب انت يا بنتي متعرفش اي عنوان لأهلك ولا اي حاجة ما عرفش عنهم اي حاجة انا تيهة منهم من زمان للأسف يا بنتي انا راجل كبير واقعد لوحدي مش حاضر اغدك تعيش معاي بس انا هشوف لك مكان تعيش فيه بياخدوا الحالات اللي زيك كده وهتعيش عندهم اهو مكان عيش فيه احسن من الشارع وكمان هعملك اعلان وانزل صورك واكتب مواصفاتك والمكان اللي انت تهتي فيه زمان ممكن اهلك يسألوا عليك ولا يلاقوك انا متشكرة لحضرتك اوي اهلا وسهلا بيك المكان هنا كويس وهترتاح معنا جدا ان شاء الله شكرا يا بنتي يلا انا همشي بقى يا شه ولو احتجت حاجة انت معاك رقم تليفوني متشكرة لحضرتك اوي سلام عليكم لو سمحت انا كنت باسأل على وحدة عندكم هنا سماها شهد ايوة ثانية واحدة انا ديها لحضرتك ماروانت انت عرفت مكان ازاي انا عرفت مكانك من الاعلان اللي انت سايبها على النت انا طبعا زعلت جدا لما عرفت ان ماروانت ردك من البيت ولما رجعت من السفر دورت عليك كتير وفي الاخر اتفجئت بالاعلان اللي انت عامله بالدورة على اهلك ايوة بقى لي كتير بدور عليهم بس محدش سأل علي انا مارجعت من السفر عرفت اللي عمله قاسر بس عايز اقولك حاجة قاسر اخد جزاؤه عمل حدثة وما بقاش بيشوف معقول انا زعلت عليه قوي وهو ندمان جدا على اللي عمله وكنت عايز اطلب منك طلب تقبالي تتجوزيني هتتجوزني انا ما انت عارف ان انا مش بشوف انت هتتجوزني عشان انا صعبان عليك لا يا شهد انا بحبك جدا على فكرة وبعدين ماما كانت بتحبك قوي وانت عشت معانا وانا عارفك كويس هارجوكي وافقي وما ترفضيش يعني مش هتندم بعد كده ان انت تجوزت واحدة عامية لا مش هندم طبعا سهد انا عندي لك مفاجأة مفاجأة ايه؟ باباك يا شهد بابا؟ معقول بعد السنين دي كلها انا مش مصدقة معقول سامحيني يا شهد يا بنتي انا غلطان انا اللي سبتك معلش ما تزعلش مني سبتني؟ يعني ايه سبتني يا بابا؟ ظروفنا كانت على قدنا انا ومامتك واخواتك محتاجين مصاريف وانت مش بتشوفي وانا بصراحة سبتك في الشارع قلت اكيد حد طيب هياخدك ويربيك وفضلت رأبك لحد اما لقيت الست الطيبة اخدت اكتربيك يعني حضرتك اللي سبتني في الشارع يا بابا وكل ده وانا فاكرة ان انتو بتدوروا علي زي ما انا بدور عليكم كنت فاكرة ان تهت منك في الشارع انا قاسف يا بنتي سامحيني انا مش ممكن اسامحك ابدا انا كنت بدور عليكم ونفسي لقيكم بس دلوقتي انا مش عايز اعرفكم انا مش عايزيكم مش عايز اشوفك يا بابا شهد يا شهد بصراحة يا عمي اللي انت قلته ده صعب جدا ان اي حد يستحمله انا عايزها بس تسمحني لان انا حسيت بالزنب بس كنت متطمن عليها معلش يا عمي اكيد مع الوقت هتنسى سامحي يا شهد ده مهما كان باباكي معقول الست الطيبة تاخدني تربيني من غير ما تعرفني وتعلمني وتعملني احسن معاملة وبابايا يرميني في الشارع كده عشان انا مش بشوف انا مش ممكن اسامحه ابدا انا مش هدور عليهم تاني خلاص انا مش عايزة عرفهم تاني معلش يا شهد حاولي تنسي كل حاجة